طب هنا بقى الأب والأمة أكيد عليهم دور كبير قوي 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 ومش الأب والأمة بس هو البيت بالكامل يعني لو فيه إخوات لو فيه قرايب دول بيلعبوا دور مهمة قوي إيه دوروا الأب والأمة بقى مع مريض التوحد؟ إزاي يتعاملوا معاه؟ إزاي لو ليه إخوات يتعاملوا معاه؟ لأنه لازم ناخد بالنا كويس قوي وفي نقطة مهمة قوي أنه ما ينفعش نقول للمريض التوحد أنت عندك توحد ولكن ندور على كيفية التعامل الصحيح معاه فإزاي نتعامل معاه؟ هو سؤال يعني مهم قوي لأنه وجود طفل توحدي في الأسرة ولو أعراض التوحد شديدة بيبقى حاجة مجهدة جدا 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 لأفراد الأسرة وللإخوان كمان لأنه بيبقى مختلف عنهم لو حسب شدة الأعراض ونوبات الغضب اللي بيجي له ولو هو بيقدر يتحرك أو بيقدر يتواصل أو بيقدر يعتمد على نفسه فهو بيبقى أهم حاجة أو أول حاجة الأهل بيكونوا محتاجينها فكرة التقبل أنه دي هبة من عند الله فأنا بتقبلها وبتابع مع الاصطاف المسؤول عن مساعدة إبني لأنه كل حالة والأعراض اللي عندها بتحتاج متخصين معينين يساعدوا في محاولة تحسين الأعراض اللي موجودة ني بيبقى فيه جزء منهم أنه إزاي يتعاملوا معاه أو الأول إزاي يفهموه هو ليه بيتصرف كده لما بيتطورش ليه استجاباته غريبة وبعاكي بيبتدوا يبقى من البرامج التعليمية للأهل إنه إزاي يوصلوا لطريق التواصل يشجعوا فيه الطفل المتوحد إنه يتواصل معاه طب إزاي بقى الأهل يعملوا كده إزاي ينموا المهارات بتاعة التواصل الطبيعية أصل اللي معاهم والتواصل اللي هي المهارات الاجتماعية لأنه مريض التوحد بيبقى مش عايز يتعامل مع الناس أي فإزاي ننمي عند الطفل السمادة فيه أنواع كتير من البرامج أشهرها اللي هو برنامج السلوك التحليلي التطبيقي إنه إحنا بنوصل لطفل التوحد السلوك أو المهارة اللي عايزين نوصلها له عن طريق الصور ليها نظام معين وليها تدريجات معينة حسب الحالة واستجابة الطفل كويس بس كل ما تبقى الأعراض أخافه قدراته الزهنية قدرته على التعبير اللغوي أحسن كل ما تبقى استجابته طبعا بتكون أفضل في ناس مسؤولة أو متخصصة في العلاجات دي وهي اللي بتدي الطريقة أو الخطوات للأهل بيمشوا عليها يعني هي بتبقى مش حاجة سهلة دي بتبقى يعني زي ما نقوله كده خطوة خطوة أو step by step يعني مثلا أولها إنه إزاي يبقى فيه تواصل بصري إزاي الطفل يقدر يدرك إنه ده هو لأنه هو ما تبصش في المراية ما عرفش إنه هو ده هو إنه إزاي يدرك إنه ده اسمه بابا وده اسمه ماما إزاي يدرك إنه فيه أخواني مثلا كل ده بيتعامل عن طريق الصور بخطوات معينة وبالسواب الإيجابي إنه إنت عملت ده أو قدرت تعرف عليه بعد تمرين فإنت اللي بتاخد الجازة دي بيبقى فيه ده زي هومورك بيعملوه الأهل كمان في البيت بس كتير من الأهالي بيعني بيسببلهم ده ضغط نفسي لأنه بيبقى مجهود كبير عشان نوصل لخطوة فبيبقوا محتاجين زي دعم نفسي من ناس متخصصة إنه زي المجهود ده حيسمر في الآخر بنتيجة تريحهم وتطمنهم على ابنهم فهي بتبقى طريق طويل أو مشقة كبيرة يعني مش حاجة بتبقى بسيطة للأسف ترجمة نانسي قنقر